يوغار يوسف يقول ما هي الكتب الفقهية التي ينبغي على كل طالب علمي أن يبدأ بها في دراستها دراسة كافية الفقه المالكي نموذجا الفقه المالكي يا أخي تبدأ بمتن ابن عاشر المسمى المرشد المعين فهذا المتن تحفظه ثم بعد ذلك تقرأه على بعض المشايخ تقرأ شرحه وبذلك تكون قد تمكنت من الأوليات بعده تنتقل إلى الرسالة الفقهية لابن أبي زيد رحمه الله فإن بركتها عظيمة وخيرها كثير على وجازتها ووضوح ألفاظها قد جعل الله لها القبول ولذلك تتابع العلماء في شرحها واستنباط فوائدها ثم بعد ذلك إذا فرغت من الرسالة تنتقل إلى المختصر خليل ابن إصحاق الجندي رحمه الله ثم بعد ذلك إذا فرغت من المختصر تنتقل إلى الأمهات كالموطأ والموازية والعتبية البرير الطيب يسأل عن آخر وقت إلى صلاة الصبح عند ظهور الشمس أنت تسأل عن آخر وقت صلاة الصبح وطلوع الشمس إذا طلعت الشمس فقد خرج وقتها وما ينبغي للمسلم أن يؤخرها للوقت الضروري الذي هو ما بين الإسفار الأعلى إلى طلوع الشمس اللهم إلا إذا كان معذورا كالنائم والناس والحائض التي تتطهر أو النفساء أما إنسان يتعمد في كل يوم أن ينام إلى أن تصير الشمس بين القرن الشيطان فذاك فعل المنافقين كما أخضر نبينا عليه الصلاة والسلام